بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبيه والنبيه وعلى آله وصحبه ومن صار عن أدهه واختدى الهدافة لا يدنيه أما بعد في هذه الصباح المبارك في هذه التتيلة المباركة في بيئة الله عز وجل يتبعون شهر منه واحد عشر في حال نصدق في هذا اليوم المبارك بالتنسيدي مع أخرى الوزارة في الشؤون الإسلامية ولقاء قدعوا وإرشاد إخوانكم في محل الإرشاد والتوريه كليونكم بهذه المحاضرة المباركة بإن الله عز وجل من علم من علمائنا وفاضل من أفاضلنا ألا هم عن الشيخ صالح من فوزان الفوزان أعوه إلى اكتبار العلماء نسر الله سبحانه وتعالى لسدده وذعيمه ويوفقه لكل شيء ويقيم عمره على طاعته وينفعنا بعلمه وحبهاته نهض الهدادة ورقاله عليه يتفضل بارك الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجتماع مبارك إن شاء الله تعالى في هذا الصباح المبارك للتواصي بالحق التواصي بالصباح أنتم أيها ولوا أفراد هذه الكتيبة أنتم في أحسن موقع اختاره الله لكم ووفقكم له وهو الجندية في الإسلام أنتم جنود الإسلام كما بهذا شرقا أن تكون جنود الإسلام وكل مسلم فهو من جنود الإسلام لحسب موقع ولكن أنتم بصفتكم تتعلمون وتتدربون على أعمال الجهاد والحربية والأعمال الأسلحة هذا شرق عظيم تدوكون بذلك عن دينكم وعن أمتكم وعن ألطانكم فأنتم في أجل موقع موقع الجهاد في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحجز نفسه بالغزو مات على شعبة من الجاهلية أو ما هذا معناه وأنتم الحمد لله تهيئون أمرسكم للجهاد بسبيل الله الذي هو سنام الجهاد سنام الإسلام جهاد في سبيل الله هو سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذوة سنام الجهاد في سبيل الله جهاد في دور الذي يشمل كل الأعمال التي فيها خير للإسلام والمسلمين هذي دور ولكن باسمه الخاص هو القتال بسبيل الله القتال بسبيل الله لنشر هذه الدين و حماية العقيدة وتبليغ هذه الدين للناس لأنه دين عالمي ولا يبلغ إلى العالم إلا بأمره دعوة إلى الله والجهاد بسبيل الله لأن أهل الكبر وأهل المطامع الدنيوية لا يريدون الإسلام فيحتاجون الاتهال يصدون عن سبيل الله إن الذين كبروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وهم يصدون عن سبيل الله لأجل يلقى على مصالحهم التي يزعمونها ولم يعلموا أن المصلحة كلها في هذا الدين وفي هذا الإسلام لو أنه كانوا يعقلوه فهم يحاربون الإسلام وأهله ليبقوا على ما هم عليه من كهر وضلال وسيطرة على الناس فلا كد من الجهات لهؤلاء حتى تأخذ دعوة طريقة ويبلغ إلى العالم تنخذ إلى العالم والإسلام منتشر بالمشارك والمغارب وسيطر على العالم إلا بهذين الأمرين الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله عز وجل فأنتم أخذتم الجانب المسلح هو الجهاد والعلماء أخذوا الجانب العلمي دعوة إلى الله عز وجل تعليم الخير فأنتم جنبا إلى جنب مع العلماء ولا إلا والقادة لنشر هذا الدين الدين يرتفز على العلم ويرتفز على الجهاد في سبيل الله وهذا حظ عظيم لمن وفقه الله واحتسب الأجر والثواب أنتم في جهاد دار ما دمتم تتهيئون للجهاد فأنتم فأنتم في جهاد وأنتم نائمون على فرسكم وأنتم تمشون وأنتم في بيوتكم أنتم في جهاد لأنكم هيئتم أنفسكم للجهاد متى ما دعا الداعي إلى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إما نوع فما دمتم تنوون الجهاد وتستعدون له فأنتم في جهاد ولكم أجر المجاهدين فإحمدوا الله على هذه النعمة واستمروا على ذلك ورقبوا أخوانكم للضمام إلى هذا الجانب العظيم فالإسلام نفخر بكم أنكم جنود وخناتوا بعد الله عز وجل ولا سك أن تعلم العلوم الحربية لكل وقت لحسن لا يقل عن تعلم العلوم الشرعية لأن كل من الجانبين يخدم هذا الدين فأنتم أخذكم جانبا من الجوانب المهمة لنشر هذا الدين وحماية وحماية فلطان المسلمين الله جل وعلا أمرنا بهذا حيث قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأن باقي الخير ترهبون به عدو الله وعدوه ما استطعتم من قوة هذا صالح لكل جمال ومكان والقوة تختلف باختلاف الأزمان ويحتاج إلى تدر على القوة لكل جمال بحسبه ليهابنا العدو ولنقاوم من أراد أن اعتدى على هال الدين أو على أهال البلاد أو أراد أن أن يعسر هذه الدعوة تأخذ طريقها إلى الناس لأن الناس بحاجة إليها وهي لهم هذا الدين للجميع ليس للعرب ولا للجزيرة ولا إنما هو للعالم في جميع الأرض ونحن مسؤولون عن تبليغ هذا الدين ما استطعت ولن يفلغ على المطلوب إلا بواسطة الجهاد في سبيل الله عز وجل فطلاب العلم في مدارسهم وفي معاهدهم وكلياتهم هم يستعدون لنشر العلم والدعوة إلى الله وأنتم في مجال التدريب ومجال التعلم المسلح أو التسليح أنتم إلى جانب طلبة العلم هم في جانب وأنتم في جانب والجميع الجميع تعاونون على نشر الدين وحمايته والحمد لله لكم الشرع في هذا ولكم الأجر من الله إن شاء الله ولكم الخفر عند عباد الله وعند أهل الخير يغفرون بكم ويدعون الله لكم وأنتم على خير وأنتم أبناء المسلمين وجنود المسلمين وأنتم تحملون السلاح في وجه العدو ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم من أهل النفاق وأهل المرض في القلوب هذا كله يأتي هذا الدين كل مسلم سواء سواء كان في عمل أي عمل من الأعمال ينفع به المسلمين فإنه في سبيل الله عز وجل فإذا تلابرت الجهود وكل قام بجانب من الجوانب التي يحتاجها الإسلام والمسلمين فالكل في سبيل الله ولكن أنتم في سبيل الله من ناحية الجهود المسلم عن السلاح الذي ترهبون به العدو تسرون به الصديق وتقرون به أعلم المؤمنين فعليكم بالمحاضرة على دينك في كل مجال وفي كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء تمسكوا بدينكم أينما كنت قال صلى الله عليه وسلم اتق الله عيث ما كنت اتقوا الله واجعلوا تقوى الله شعاركم في كل مكان إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقداما ولا ينصر أن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز ومعنى تنصر الله تنصروا دين من نصر الدين فقد نصر الله سبحانه وتعالى وكفى بهذا شربا لكم وليخوانكم وكل من قام بهذا الأمر أنكم تنصرون الله عز وجل تحصلون منه على النصر والأجر ونصر حراجع عينكم الله ليس من حاجة إلى من ينصر ولكن أنتم تنصرون دينكم تنصرون تنصرون نبيكم تنصرون نبيكم تنصرون أهل الدين هذا معنى نصرة الله عز وجل فسماها الله نصرة الله من أجل التشجيع على على هذا الأمر والترغيب فيه والله جل وعلا قادر على أن يهلك الكفر وأعداء الدين بنحوة ولكن يريد أن يكون ذلك على أيدي المؤمنين ليكتب لهم الأجر ذلك وليش شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم للعب والذين قتلوا في سبيل الله رجل الأعمال سيهديهم ويصلحوا باب ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين همم تنصروا الله ينصركم ويدبت أقدامكم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وهو لا يفعل وعده فإذا كنتم بهذا الواجب واحفظتم الأجر من الله عز وجل حصلتم على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى فقال الله جميعنا يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وخما في شريعته صلى الله وسلم على أمين محمد وعلى آله وصحبه أمين وإياكم أننا ولله الحمد والمنا نعيش في نعمة عظيمة تحت لواء الإسلام قيادة ولي أمرنا وفقه الله توجيه العلماء هذه نعمة عظيمة أولئك الذين وقعوا لما وقعوا فيه الآن هو بسمك تبريقهم في جانب الله عز وجل حيث قلع بهم الأمر إلى منع الحجار منع النساء من الحجار لا تدخل المرأة أي مجال إلا وهي ساكرة وينزعون منها الحجار طيب الحجار عنه شرعي وماذا يضربكم إذا كانت المسلمة محجبة وعاملة بآداب الشرع هذا شرع لكم ولها لكن العداوة والعياد لله عادوا الدين حتى عادوا مظاهر هذا الدين منعوا المرأة من الحجار منعوا إكرام اللحة وتوفير اللحة للرجال وأجبروهم على خلق لها أي مصلحة لهم في خلق لها وخلق صفة الرجولة إلا عدوة هذا الدين منعوا الحكم بالشريعة وأحلوا محلها القوانين الوضعية البشرية وكذلك عندهم من حماية الأضرحة وحماية المزارات وحماية البدع والمحدثات الشيء الكثير بل يستغلون هذا الموارد مالية يأخذون من القبور والأضرحة موارد مالية والعجاب بالله لما كان هذا ولولا حلم الله على العبادة رأيتم أشك من ذلك الله جل وعلا أراد أن يذيقهم شيئا من العقوبة لكي يرجعوا إلى دين ويتمسكوا بعقيدته وهذا واضح في هذه البلاد ولله الحمد لما كانت على عقيدة سليمة وكانت بلادها مطهرة من عبادة الأضرحة والأمثال وكانت تحتكم إلى سرع الله عز وجل تحكم بالشريعة حماها الله عز وجل ويتفطق الناس من حولنا ونحن في أمان ولله الحمد ليس هذا بحولنا ولا بقوتنا إنما هو بسبب ديننا تمسكنا في هذا الدين والحمد لله نعم الصدقة طيبة لكن الواجب عليك التوبة والإقلاع عن الذنب والعزم اللي تعود إليه والندم على ما حصل وإذا تصدقت فهذا شيء قدر نعم يقول هل نعم من الذين يشعرون هم مرابقين في سبيل الله نعم ألا أشعرنا إليه أن اللسان إذا كان يستعد لفهاد أي لحظة يطلب يستعد ويتعلم ويتأهل لنا فهو في سبيل الله نعم هناك أكثر من إسلام يسألون عن الرافضة وخطرهم لدون تبين تبين المعاني لحظة رافضة وخطرهم عن السنين الرافضة ليسوا جديدين من نشأ وهم يحاربون الإسلام ويكيدون له ولكن الحمد لله لم يفلحوا كل عصر من العصور وسبيل الحاضرين سبيل الأولين إن شاء الله لن يضركم لن يضركم شيئا إذا تمسكتم بدينه ولم تمكنوهم مما يريدون ولم تخضعوا لهم أو أو تخافوا منهم بل كونوا على أببة الاستعداد لمقاومتهم والظلم لا يظلمون وأما أنهم يتركون ينشرون شرهم يجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا في صدهم وفي شبكهم نعم يقول الأسلام ما هي الأسباب المعينة على قيام بسلاة الفجر ومعبضة عليه أول شيء أن الإنسان يعزل بقلبه ينوي بقلبه أنه يقوم في صلاة الفجر ثانيا عليه أن ينام مبكرا ليأخذ حظه من النوم من أول الليل حتى يقوم لصلاة المجر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا إلا إذا جاءه ما يشغله من ممور المسلمين وإلا فإنه يحرص على النوم مبكرا كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديثة بعد صلاة العشاء من أجل أن ينام ليقوم يتهجد من الليل ولصلاة الفجر والأمر الخالف أن يجعل وسيلة توقظه واليوم الحمد لله وسائل موجود إذا يجعل منبها ينبه ويوصي أحدا أن يوضي المقضى أو يتصل عليه بالجوال أو بالتلفون هذا الأمر ميسر والأساس النية إذا عجل على القيام وعود نفسه على القيام اعتاد هذا نعم هذا السأل يقول أخذته عمر عند السعي كنت في السعي أبعى عشر شوق حيث أحسب أن ذهب وليام يقصد شوق فهذا أي شيء ليس عليك شيء وسائل ك صحيح والزيادة لا تأثير لها نعم تقول في الحج في اليوم الثاني عشر هل يتوز أنه وقق لرمي وأمشي قبل زيحان في نعم في الحج في اليوم الثاني عشر هل يتوز أنه وقق لرمي وأمشي قبل زيحان لا أنت جاري الحج تريد الحج أكمل الحج إذا بقي من شيء يسير تفرد فيه تمشي أكمل الحج واسبر ولا تنكر من منا إلا بعد الرمي بعد الزوال إذا جالت الشمس ورميت الجمرة انكر من منا نعم لا يجوز تفرق لا يجوز لا يجوز التفرق في المنهج لا يجوز التفرق في جميع الأنواع التفرق تصنوا بحبل الله للجميع ولا تغرقوا ما دمنا على منهج واضح وصحيح وسار عليه من قبلنا من أهل هذه البلاد واستمر هذا في هذه البلاد فنحن على أثرهم والحمد لله ولا نقبل أي مبدأ أو أي منهج أو أي جماعة أو أي مذهب يأتي إلينا نحمي بلادنا من ذلك ونتمسك بعقيدتنا وبمنهجنا ونحن والحمد لله في غنى نعم حتى الآن جمعة التفرق الذي يريد أن يدعو إلى الله ينظم عندنا دعوة والحمد لله عندنا وزارة بكاملها كلها للدعوة إذا كان يرغب في الدعوة يذهب إلى الوزارة ينظر في شانه إذا كان يصبح في سحوله المجال وإذا كان يحتاج إلى تعليم يعلمونه ويدرسونه فدعوة موجودة والحمد لله نعم يقول غريبتي لا تعرف الثلث وأنا أريد أن تفرج لها الثلثة من مالي وهي علي وأحاول أن تفرج وصية إذا كوف يتبع من النظر إن شاء الله تكون قد أوصف الثلث من مالي وهي كبيرة لا تفرج من قدية الثلث وماذا أفعلها؟ لا تفعل شيء لا أريد أن تفرج الثلثة باختيارها والثلث ليس بواجب ليس مثل الدين إذا كان عليها دين تفرج وأنت عنها من مالها الواجبات تفرجها عنها أما الثلث هذا ليس بواجب هذا سمنف نعم يقول السائل أنا يا شيء أفرت يوم لرمال الله بسبب السبب يالا يومنا فقضيت هذا اليوم مسيام يوم عرفة ولويت به قضاء فهل يكون أفضل سيام أفضل من سيام عرفة أو لا؟ الأعمال بالنيات وإن مالك الإبريئة ما هو والواجب عنك أنك لا دبت إلى القضاء قبل يوم عرفة لا دبت إلى القضاء ما نحكي ما دونك نويته قضاءاً والأعمال بالنيات يكونوا قضاءاً ولا يكون يوم عرفة نعم يقول الفضيلة الشيخ أفضل الله كيف يكون لنا ولا ونحن نواجه الظلم والفساد للباسط من بعض المسورين أرجو فضيحة هذه كيف يكون لنا ولا أم ونحن نواجه الظلم والفساد للباسط من بعض المسورين ليس من شرق الولاء أنك تعطى ما تريد الولاء واجب عليك أن تقوى لولي الأمر وأن تطيع تسمع وتطيع حتى ولو أخذ مالك وضرب الله كما في الحقيقة تسمع وتطيع فكيف إذا كان الأمر أقل من ذلك الولاء لولي الأمر والسعر الطاع لولي الأمر بالمعروف هذا واجب عليك ولو لم تحصل على ما تريد نعم يقول السيد محفو المخدر بالسلاح هل هو حلال أو حرام؟ هذا له نظام عند الدولة هذا له نظام عند الدولة لا تخالب النظام تتاجر بالسلاح والنظام يمنع هذا نعم إن شاء الله إن شاء الله قفهوا لكم المحاضرات والدروس ولا ينقلون عليكم إن شاء الله نعم يقول السيد معكم انتصامات المظاهرات السلمية بالمطالبة بالحقوق المشوعة ليس المظاهرات من نظام الإسلام في شيء ولا يعرفوا عن الإسلام وإنما هي من نظام الكهرة نحن عندنا شريعة نطالب بحقوقنا بموجب الشريعة المطهرة هم ليس عندهم شريعة وليس عندهم وليس عندهم نظام سماوي إنما لينظمة بشرية ومن أنظمتهم المظاهرات أن نحن شريعتنا تمنع 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 وعليك قضاء قضاء اليوم الذي أبطرته نعم تمنع 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 يجب عليها أن يلزمها بالصلاة لا يكفي أنها مرأة وأن يلزمها بذلك حتى ولو أدى إلى تأديه ضربها الضرب غير المبرح وغير الشديد لا بد أن امرأته لا يتركها تتكاسب عن الصلاة وإذا سرت واستمرت على ذلك ليفاهدها تزوج غيرها امرأة صالحة نعم يقول إذا كان هناك تفسير في الصلاة في العمل كمن المشؤول نعم ما هي إذا كان هناك تفسير في الصلاة في العمل كمن المشؤول وما هي أخرى طريقة الإرحال ما أظن أن العمل يحصل فيه تفسير في الصلاة إن كان تقصير فهو من بعض الناس أو بعض الأفراد والفسالة أما النظام وأما ما عليه العمل بهذه البلاد في كل مجالات الحكومة هو كف على الصلاة والنداء للصلاة والحرص على ذلك هذا هو المعروف وكل جهاز من أجهزة الدولة فيه منشدون فيه دعاة إلى الله عز وجل نعم لا بأس بذلك لأنها ليست هي النار التي يقرأ استقبالها هذا ماهيب نار ماهيب نار توقف بالحطب بالنار المعروفة والتي يقرأ استقبالها نعم يقول لا هذا لا يجوز لأنه ليس بيعا وليس كاجيرا وإنما هو خلق من هذا وهذا وأيضا السيارة يجهل مصيرها يجهل ماذا تقول إليه هذا بيع مجهول قد لا يبقى فيها شيء قد تتعيب تعيبا كثيرا فهذا من المغامرة والجهاز لا يجوز هذا قد صدر بهذا أراه منها يكتبار العلمة منذ عشر سنوات تحريم هذا العبد نعم يقول ما هو فضل الدعاء حسنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا لله رعيكم هذا ما هو دعاء حسبنا الله يعني كابينا الله كابينا بالرزق وسيؤتينا الله من فضل يعني بالرزقه إنا إلى الله راغبون في أن يعطينا وأن يرزقنا نعم يقول ما هو من قفل حج وسعر وهو لم يتوضى ناسيا وليس محليا ما فأهو لا سعر مدام أنه ليس على غضل فالإحرام باق عليه إذا كان أدى مناسك الحج من مقوف ومبيس دهنة ومزنفة ورمي للجمار ينقى عليه الطوار ما فات وقته يذهب وباق على إحرامه إذا لم يكن تحلل التحلل الأول وباق على إحرامه فيذهب ويأتي بالطوار ويأتي بالسعي وإذا كان حصل منه جمع فيذبح فديا يذبح فديا نعم يقول معاه الشيء قني جوز راشد روان كريم عن هوات المتوفين لم يذهب إراءة القرآن ودى ثوابه إلى الغير هذا لم يرده دليل والأصل في العبادات توقيف ولكن الدعاء والصلاة والصدقة والحج والعمرة اللي ورد فيها الدليل أنها تهدى للأموت ثوابها يهدى ثوابها للأموت وأما غير الآخر الله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى نعم يقول الغيبا لكرك أخاك بما يكرر في حال غيبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم هذه النميمة والضيبة والنميمة جريمتان عظيمتان لما فيهما من الإفساد والحساد الله جل وعلا قال ولا يغتب أعظكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكريفتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم والنميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام هذه رواية لا يدخل الجنة قد تات وهو النمام ولا تطع كل حلاب مهين أماز مشاه دينميم النميمة خطر وعظيم وهي تفسد بين الناس وهي نوع من السحر لأنها تؤثر للبغضاء بالقلوب مثل ما يؤثر السحر أواشر ولهذا قالوا يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة نعم هذا يسأل يقول حسب العربة خلصة ملايين للطريقة غير يشوع ماذا يفعل المجنة هو أجر لو تصدق منها ليس له أجر لو تصدق منها وهي ليست له ويردها إلى المصدر الذي أخلى منه نعم 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 هل يبسنا في سورة الفاتحة آية وإذا كانت لها لماذا لا يجب بها صحيحة في سورة الفاتحة لا هذا السؤال العجيب تكرر وهو لا يجوز لا تجمع العصر مع الجمعة ما ورد هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلام ما ورده بحثناه فتشناه المهد الشيخ وصدر به فتوى من اللذنة الدائمة في حياة الشيخ دعيز بن باز رحمه الله وقع عليها لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة لأنها ليست من جنسها نعم أقول السلام هل تبقى اللحم تبقى لكل مراقض من الوضوء أم يستطيع منه شيء وهل مرقة اللحم ناقضة للوضوء لا المرقة والشعم ليس ناقضا للوضوء لأنه ليس بلحم ما يسمى لحما هو الذي ينقض الوضوء وما لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء نعم هذه نحل خلاف والمشهور أنها تنقض لأنها ليست لحما فلو وكلت واحد يشغي لك لحما وشرع لك كبد أو كرشب ما شرع لك المطلوب ولا يلزم لك قضول نعم يقول السؤال السابق البناء بعد قراضي هل يطينا عند الأم أو عند الأب هل يمسألة قضائيا وراجع في المحكم نعم تطمئن بحالة المجلسة لكما تقصرت مع الظلم وما يحب صاحبيه الظلم الظلم حرام ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم مستجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلا يجوز الظلم الله جل وعلا يقول في الحديث الكدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم الله جل وعلا قال وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غادلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار فالظلم ظلمات يوم القيامة وعلى من ظلم الناس أن يتخلص من المظالم ويرد الحقوق إلى أصحابها ويطلب المسامحة منهم نعم يقول معهم ممن حلف أن يتخلص في الظخام ورد عليهم وقال إنه إذا رجع عليهم الدخان أنه فارج على ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم عليه أمرا إذا رجع عليه وقد حلف على فاركه عليه أمرا أولا أنه يكفر عن يمينا وثانيا أن يتوب إلى الله عز وجل ويتفر الدخان الدخان لا خير فيه لوجه من الوجوه وهو ضرر محب لا مصلحة فيه وهو مؤذي وهو أيضا مضر ضررا عظيما نعم يقول ما كانت بالأسهم الأسهم الأسهم ما أعرف مجهولة أسهم أي أسهم إن كانت أسهم في شركات ثابتة كالمصانع والمزارع والتي تنتج فهذه لا بأس بها تساهع بالعقارات هذه لا بأس بها أسهم ثابتة تريع تغلب لا بأس بها أما هل أسهم التي حددت وأهلكت الناس راح تموانهم فيها وهي مجهولة وفيها قمار وفيها لبا فيها مجهولة فالمسلم يتجنب نعم سلة الأرحام لها مطلق معينة في هذا الزمن سلة الأرحام ليس لها مدى دائما دائما سلة الأرحام نعم السلة مفترض في رئب السلة لا تريد مطاطع السلة مطلوبة بكل وقت سواء بالكلام أو بالزيارة أو بالمال أو السلة متنوعة نعم السلة الأخير يقول السائد الحرف على الطلاق هل يرعى الطلاق أو ينقر حرفا هذه مسألة يراجع فيها المحكمة أو يربع فيها إلى دار الافتر إذا كانت واقعة لا أحد واقعا أنه شيء يذهب للقاضي أو يكتب لدار الافتر نعم شكرا الله لكم كبارك ومعانهم ومعا كريمات هذه جيد نسأل الله عزيزيليك على مقرات صلى الله وسلم على مبيل ومحمد صلى الله وسلم ترجمة نانسي قنقر